النهاردة كان فيه مشهد جميل يسلج الصدور وخصوصا فيه الايام المباركة دي لانها ايام القرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن النهاردة مجموعة من الابناء والاطفال والنشئ كانوا بيتكرموا لحفظهم لكتاب الله لكن الحقيقة انه طريقة التكريم اللي هنستعرضها من حضراتكم هي اللي كانت ملفتة وجميلة ومبهجة نشوف المشهد ده من قرية كفر عصام ودول اهالي قرية كفر عصام في طنطة خرجوا يعملوا مسيرة لولادهم عشان يكرموهم على حفظهم لكتاب ربنا وعملوا لهم زفة جميلة جدا في الشارع ولبسهم كلهم زي موحد الجلاليب البيضة والوشاح الازرق مكتوب عليه مسابقت خوذ الكتابة بقوة لكفر عصام وزي ما انتم شايفين الاطفال جميلة هم طفوا القرية كلهم شبكين ايديهم في بعض والاهالي خرجوا يزفوهم ويستقبلوهم ويقفوا على جنبات الطريق عشان يحيوهم على حفظهم القرآن عملوا لهم زفة يعني زفة محترمة في شوارع القرية وهي احلى زفة طبعا تكريما لحفظ الكتاب الله خاصة لما يكونوا صغيرين في السن زي حبيبي اللي شايفينهم في الفيديو ده نقول لهم مبروك وكل سنة وانتم طيبين وان شاء الله تتم وحفظ القرآن الكريم